المهارة الثانية يتحمل فيها كل منهم مسؤوليته تجاه ما كلف به للوصول إلى تحقيق هدف عام مشترك وبالتالي فالعمل ضمن فريق تجمعه أهداف مشتركة وكل يقوم بالجزء المنط به عفوا إذن ما هو الفريق؟ فريق عمل هو مجموعة من الأفراد يتميزون بوجود مهارات متكاملة فيما بينهم يعملون مع بعضهم لأجل تحقيق أهداف محددة ومشتركة نركز هنا على مجموعة من الأفراد ثم مهارات متكاملة ثم أهداف محددة ومشتركة يعني أحد ما أهم الكلمات المفتاح التي تشمل الفريق فريق العمل من وجهة أخرى وهو جماعات يتم إنشاؤها داخل الهيكل التنظيمي لتحقيق هدف أو مهمة محددة تتطلب التنسيق والتفاعل والتكامل بين أعضاء الفريق ويعتبر أعضاء الفريق مسؤولين عن تحقيق هذه الأهداف كما أن هناك قدر كبير من التمكين للفريق في اتخاذ القرارات إذن ما هي صفات فريق العمل الفعال؟ فلنقول أن هذا الفريق فعالاً أم تشبه بعض العيوب ما إلى ذلك ينبغي عليه أن تكون فيه اللارسمية ثم وضوح المهام والأهداف ثم التعاون الاعتمادية بين الأفضاء الأعضاء ثم المشاركة والالتزام بتحقيق أهداف المنظمة والقيادة الفعالة لنشاطات الفريق والتحضر في إدارات الصراعات والخلافات أخيراً دعم الإبداع والابتكار والاتصالات المفتوحة إذن هذه أهم هناك مجموعة من الصفات الأخرى لم نذكرها هنا لكن أهمها هي التي أماماً الرسمية لأنه عندما تكون هناك مجموعة من الرسميات بين أعضاء الفريق فإلى حد ما يكون هناك نقص من التواصل لذا فيجب أن تكون نوع من المهنية عوض الرسمية أن يكون المهنية لا الرسمية ثم أن تكون أهدافهم واضحة ومفهومة للجميع الكل يعرف ما هي النتيجة المطلوبة منه ثم أكيد نتحدث عن التعاون بين أعضاء إضافة إلى المشاركة في الانتزام بالقيام بالجزء الذي هو قد أنيط به الشخص أو ما إلى ذلك إضافة إلى قائد الفريق الذي ينبغي عليه أن يكون حكيماً وفي إدارة الأمور إلى غير ذلك ثم أهم شيء هنا هو الإبداع والابتكار والاتصالات المفتوحة يعني أن يكون هناك مجاراً للإبداع والابتكار لا نضع مجموعة من القيود التي تحد من ابتكارات وإبداع الزملاء داخل الفريق ما دام أن هذه الإبداعات والابتكارات تخدم مصلحة الفريق خطوات بناء فريق العمل فمثلاً نريد أن نكون فريق عمل فما الخطوات أو ما هي السبول التي نبغي علينا أن نسلكها أولاً هناك التشكيل بعد ذلك تأتي مرحلة العصف ثم المرحلة الموالية وهي مرحلة التعاون ثم يكون هناك مرحلة الأدع إذن هذه أهم مراحل بناء فريق العمل يكون هناك تشكيل يشكل الفريق من خلال الأفراد التي ستقوم بمهام منها بعد ذلك يكون هناك مرحلة العصف كل يعمل على أخذ ما يمتاز به وما في نظره في نظر الشخص ما يتميز به ثم بعد ذلك مرحلة التعاون في تكامل مرحلة التعاون تكون في نوع منها التكامل في الأدوار والمهام من غير ذلك ثم آخر المرحلة وهي مرحلة الأداء الذي نقوم بالإنتاج المنتوج النهائي الذي نحن بصدد العمل عليه أو المشروع أو ما إلى ذلك ما هي توائد العمل بمهاجة فرق العمل أولا خلق بيقة عالية التحفيز ومناسب للعمل مما يزيد من إحساسهم العاملين بالهوية المشتركة إذن كما قلنا من بين فوائد العمل بفريق وأن هناك تكون نوع منها التحفيز من بين الأفراد فرض يحفز الآخر والآخر يحفز الآخر إلى غير ذلك وبالتالي فتكون هناك إحساس بالهوية أننا نشترك في شيء ذات تلك هويتنا وما إلى ذلك ثم إشعار العاملين بالفخر بعدائهم الجماعين لتقليل حالات الغياب والإهمال والكسل هنا نتحدث عن الجميل يجب أن نعترف بجميل كل فرض يقوم بعمله في أحسن وجه نتحدث هنا أيضا عن التحفيز ثم الحد من الصراعات يعني يجب على وهذا من مهام قائد الفريق عليه أن يحد من الصراعات أن تكون بيئة العمل خالية من المشاكل خالية من الشوائب أو من الأشياء التي قد تعكر صفوة العمل الجماعي ثم الإحساس المشترك بمسؤولية تجاه المهام المطلوب إنجازها لما يؤدي إلى التركيز على الهدف إذن الإحساس المشترك بمسؤولية أو الإحساس بالمسؤولية يعني كل يحس بمسؤوليته يحس أنه مسؤول عن مهمة ما وأن هذه المهمة منطة ب أن قدر إزمام هذه المهمة منطة بإتمام مهمة أخرى يقوم بها زميلي أو زميلك في الفريق وبالتالي فهناك مسؤولية مشتركة ثم تشجيع المبادرات التي قد تحدثنا علي من قبل المبادرة على ابتكار وتحفيز قدرات الإبداعية والمواهب الذاتية لدى الأفراد ثم استجابة أسرع للمتغيرات البيئية ثم توقع المشكلات قبل حدوثها وتقديم حلول لها وزيادة فعالية الاتصالات أو الاتصال بين الأعضاء ما يؤدي لها تحسين وثنمية مهارات الاتصال لدى الأفراد إذن تحدثنا عن أن يكون هناك مجال أو بيئة للإبداع ثم الاستجابة أسرع لمتغير البيئة أن هناك إمكانة الخدرة على التكيف مع البيئة ثم توقع المشكلات وإيجاد حلول بديلة لها مع زيادة فرص التواصل الفعال بين أفراد الفريق إذن ما هي عوامل اندماج أو اندماج الفرد في منهجية فريق العمل؟ أولا تحديد القدرات فأول شيء يمكنك القيام به لقياس هل يمكنك الاندماج داخل الفريق أو منهجية فريق عمل أن تقيس أو تعرف ما هي قدراتك أو ما هي قدراتك ثم بعد ذلك يعني القدرات من المهارات الموايبة لغير ذلك ثم بعد ذلك نشوف الالتزام نقيس ماذا الالتزام بالدور الذي سوف أقوم به ما المنتظر منك استخدام الوهلات التواصلية ومعرفة ما لا يجب عليك فعله ما هي حدود تحركاتك داخل هذه أو هذا الفريق من خلال المهمة التي ستقوم بها ثم في الأخير الإلمان بالهدف العام بمعنى أن تكون على علم دقيق بالنتيجة العامة يعني أن تعرف ما هي الصورة النهائية للمنتوجة والمشروع التي الذين نعمل عليه كلنا كفارق دور كل الفرد في الفريق والانخراط الفاعل وبناء علاقات تشاركية بين الأفراد عامل نجاح فريق العامل أولا التجانس ثانيا تحديد الأهدف ومعرفتها تحديد الأدوار الالتزام الانفتاح المغرونة تحمل المسؤولية ثم القيادة يجب على كل فرد في هذا الفريق أن تكون لديه حس القيادة فإن رأى خللا في الفريق فيمكنه التدخل لمعالجة أو لتوجيه الفريق توجيها صحيحا أسباب فشل عمل أو فريق عمل هناك قد تكون المعوقات إما تنظيمية وإما فرضية إذن كما تلاحظون أمامكم معوقات تنظيمية هناك ما هي ثقافية مثلا أن يكون الفريق متكون من عدة ثقافات من مختلف جهات مثلا يكوننا نتحدث عن المغرب بجهات المغرب أو يكوننا نتحدث عن منظمة دولية فإننا نتحدث هنا عن أشخاص من دول عربية من دول غربية من دول مختلف دياناتها إلى غير ذلك إذن هنا مشكل التقاف ثم التركيز على إنجاز العمل أن الأفراد يركزون على العمل أكثر مما يركزون على العلاقة ما بين الأفراد ثم ضعف التفكير الاستراتيجي والهيكل التنظيمي للمؤسسة التي نحن ننتمي إليها ثم في الأخير نضم الحوافز والمكافأة فكلما كانت مهام أو المهام التي يقوم بها الفريق أو فرض من الفريق بشكل بصورة جيدة لكن في الأخير لأن الفرض لا يتلقى حافزاً أو مكافأة أو من ذلك فإن هذا إلى حد ما يساهم في تقهق هذا الفرض وبالتالي فإن كان هناك مجهود يقام فيجب الاعتراف بذلك المجهود إذن بالنسبة للمعوقات الفرضية فهناك المعتقدات أو معتقدات قائد الفريق ثانياً هناك المهارات يعني المهارات التي يمتلكها كل الفرض من الفريق ثم يأتي المكان المكان الذي نتواجد فيه ثم عدد أعضاء الفريق إذن فكما تعلمون أن كلما كثر عدد أعضاء الفريق يكثر وتكثر المشكلات والمشاكل